أول الكورسات دي كانت مهتمية جداً بالعمل الحر يعني حتى الخرجين بتوع إيجبت فورورد هتلاقيهم دايماً بيتكلموا عن العمل الحر أنا عملت حوالي 7 جيجز في خلال الرحلة يعني في خلال ثلاث راكيات بعد أول راك أنا جبت أول هدل وبعد كي طول ما أنا ميتش اللي أنا كنت بتعلم كنت بحاولي أطبقهم في خلال الرحلة كلها عملت حوالي 7 جيجز بتقتل حاولي أطبعتها بزرعة العمل الحر أو الفريلانسنج كان يعني نقدر نقول عليه توجه كبير قوي من الوزارة علشان كده هي بتقدم المنح دي ونقدر نقول كمان هما دلوقتي يهتموا أو عملوا شركات مع شركات كبيرة إن هما من الآخر كده هيبقى فيه تعاون إن خرجين المنح دي يبقى ليهم تسهيلات معينة في الشركات دي شركات كبيرة زي بودافون وفاليو يعني نقدر نقول إن هما مش بس شغالين على الفريلانسرز أو العمل الحر لأن العمل الحر زي ما احنا عارفين مش مناسب لناس كتير فبالتالي مش ناس كتير قوي بتحب زي أنا تشتغل فريلانسنج مع أن فيه ناس كتير قوي بتسع عرداء بس فيه برضو ناس تانية ظروفها ما بتبقاش حب أنا تشتغل فريلانس هي بتبقى عايزة تشتغل في وظيفة فبالتالي المنح دي تطورت أو نقدر نقول عليها اتغيرت بشكل كبير وفيه كمان حاجة ضفوها كمان قال لي عليها حاجة اسمها كارير ديفيلبمنت الكارير ديفيلبمنت ده حاجة بتتدرس جوه الكورس ومن الاخر كده زي معلمك المهارة نفسها وده اللي بيبقى موجود في كل المنح مثلا لا هو كمان بيشتغل ان انت ازاي تعمل السيفي بتاعك ازاي تقدر تقدم في شركات ازاي تقدر تعدي بالمرحلة بتاعت الانترفيو من الاخر كده ازاي تجيب شغل وتشتغل لان انت مهارتك لوحدها مش كفاية ان انت مجرد بس ان انت بقيت عارف تعمل الحاجة دي مش معانا ان انت هتلاقي شغل انت برضو اه تحتاج تدور على شغل فدي لوحدها مهارة هو برضو بيعلمها لك كاريو الدفالبمند ده حاجة اساسية وللاسف فيه ناس كتير بتهملها او ناس كتير مش بتركز عليها فهم في المنحة دي هم مركزين عليه ده برضو من التغييرات الحلوة او من الحاجات الكويسة في المنحة